عظيم سوزة ليلى انا شايف شهادات كتيرة قدامي على الطرابيزة وعرفت من الاستاذ بها ان حضرتك كنت مديرة مدارس القناة القومية لغاية مبارح هو ايه اللي حصل بقى بعد اذنك هو حضرتك مش انا بس اللي كنت لغاية مبارح ايوة اه 14 مدير عام في المدارس القومية كانوا لغاية مبارح مدراء عموم على مدارسهم خمسين ناظر طلعوا خارج الحركة برضو دي اللي بيحصل حضرتك ان احنا كمدراء ونزار ونواب بيتم ترشيحنا عن طريق مجلس ادارة المؤسسة التعليمية اللي احنا فيها وهذا الترشيح بيصل الى الجماية العامة للمعاهد القومية الجماية العامة للمعاهد القومية رئيس مجلس ادارة المفروض ومجلس للجماية العامة للمعاهد القومية مجلس ادارة منتخب من قلب هذه المؤسسات التعليمية بيكونوا المجلس الرئيسي للجماية العامة للمعاهد القومية بيتموا ترشيحهم وترشيح المدارس عن طريق مجالس الادارات وبيبعتوها للجماية العامة للمعاهد القومية جماية العامة للمعاهد القومية بدورها بتبعت هذه الترشيحات للدكتور الوزير للتصديق عليها فكل سنة بيتم هذا الترشيح لنا إحنا كمدراء إحنا فيه مدراء ليهم 12 سنة مبارح بيهم شوكراسي أنا مدير عام مدارس ليه 7 سنوات مبارح فجئت 7 سنوات مدير ولكن 32 سنة خبرة وأخذ بال حضرتك يعني 7 سنوات في المدارس القومية مدير عام مدارس قومية من سنة 2004 إلى 2005 مبارح فجئت إن أنا وكل سنة بيتجدد لي يعني سنة ومشروني أنا وزميلي وبعدين يرجعون تاني الكلام ده ما بيحصلش ما بيحصلش فصل بتجديد القرار الوزاري بيحصل أوتوماتيك كل سنة إلا إذا كان هناك إيه بقى حتى لو كانت هناك فترة صغيرة لسه القرار ما تجددش الجماعة العامة المعادة القومية كانت بتبعت لنا وتقول ابقوا في أماكنكم لحين إشعار آخر فبالتالي القرار الوزاري بيتجدد كل سنة وراء تانية وإحنا كمدرع أنه الزار نفس القصة بيتم طبعا ترشحهم وأخذ بال حضرتك وكذلك النواب سنة اللي فاتت حصلت برضو كان جيد معالي وزير أحمد زكي بد فشال النواب يعني قال ما فيش حاجة اسمها نواب في المعادة القومية يكتفي مدير وناظر فقط فطبعا حصلت مدبح للنواب السنة اللي فاتت النواب قاعدوا بدون شغل في داخل مدارس القومية واخذ بال حضرتك شال بعض المدراء السنة اللي فاتت فجأة السنة دي بيكملوا علينا إحنا كمدراء للجماعة العامة للمعاهد القومية وللأسف الشديد إيه السبب؟ طب أستسمعك بحثة أنا مش عارف أنا جاي لحضرتك علشان حد يرد علي يقول لي إيه السبب أنا هقول السبب فإني أنا أكون أنا بصفة خاصة على فكرة زمانينا بره كلهم بس لضيق الأستوديو فأكلفوني بالحوار والتحدث مع سيادتك نيابة عنهم طب خليني بقى أستسمع حضرتك دي يا واحد أنا بصفة خاصة ومن في خارج الأستوديو ما هماش أقل كفاءة مني المدير المثالي على مستوى الجمهورية في سنة 2009 وسام الامتياز المعلم المثالي على مستوى الجمهورية في وسام امتياز كاس التميز 2006 لليلة خليفة مدير عام أمدارس أسماء فهم القومية من الإدارة التعليمية وفجأة ألاقي نفسي خارج الحركة إيه السبب؟ أنا معرفش لم يحدث ليه جزء لا أنا ولا زميلي ولا حاجة خالص المادة 59 من القانون واحد سنة 90 اللي بيحدد عملنا إحنا كمدراء ونواب ونصدار للجماعية العامة للمعاهد القومية والمادة 60 بتقول إن أنا أتشال من منصبي إذا ارتكبت جرم فادح أو سريت أو كنت سيري وسلوكي أنا وزميلي مش مزبوط والنهاردة أو عملت عرقلة لسير العملية التعليمية نعم يحق لسيد وزير التربية والتعليم أن يقلني أو يرفعني من منصبي ويشغلني مدرس ناوين تعمل فعق قضية ناوين تعمل فعق قضية رفعنا قضية أول قضية أول مبارح هم كانوا متوقعين عملية المسبحة وقدموا تظلم للوزير الوزير كان في أمريكا مش عارف ليه وبعد كده جيه وراح الهند برضو مش عارف ليه وطرق مظالم البشر حضرتك نيجي بقى للنقطة المهمة أوه هكامل بقى أستاذ علينا هو مش فوجئت هي تم ترضاه يعني البشر دول لما يغاية يوم الأربع موجودين في مدارسهم وبعد نهاية أسبوع كامل حددوا كل حاجة سيانة وضبوا كل حاجة طوال الفترة اللي فات رغم الآلق اللي كانوا عايشينه طبعا روحوا بيتهم جوم تاني يوم تم تردون منعهم من دخول مكاتبهم وهم كلهم أقل واحد أولا هم دول بعدما يكسبوا القضية لا عوزين يرجعوا المدارس دي ولا يعرفوها لأن تم إهانته ودي النقطة الأهم في كلامي دول لا بيطلبوا لا بزيادة ولا مش عارف الفلوس اللي اتخذت منه مع عوزين يرجع ولا أي حاجة دول بيطلبوا برد اعتبارهم ورد قرامتهم أو على الأقل نفهم أنتوا أخدتوا القرار ده بناء على إيه نقول حضرتك بعد إذن سيادتك معلش إحنا اجتمع بينا رئيس الجماعية العامة للمعاهد القومية هذا رئيس معلش رئيس رئيس المعاهد القومية ده في ضوابط وضعتها لجنة جميل المفروض أن الرئيس الطب ده يكون الضوابط والمعايير دي تنطبق عليه هذه الضوابط والمعايير أولها ما يكونش فوق السن يعني أستاذ اللي أنا مش عارف سنها كام ولا أطلب منها لكن هي مش فوق الستين لا عندي 22.50 سنة مش فوق الستين جميل تكون حصلة على رخصة الكمبيوتر الدولي الأسيد وتكون تجيد اللغة في المدرسة اللي هي بززارة وتكون في حاجة ثالثة هو حضرتك قالوا أنه إحنا نجيد اللغة أنا عندي لسنس أداء بقسم طريق مش خريجة إنجلش صحيح حضرتك ده أنا بصفة خاصة يعني أنا عندي طايفل من جامعة القاهرة وأفتكر يعني ده أعلى كورسات موجودة وجامعة القاهرة أعتقد أنه معترف بيها واخد بالسيادتك مش أول سنة أدير مدارس لغات ولكن درت مدارس أسماء فهم القومية ونصها لغات ونصها عربي درت مدارس الزمال القومية بنفس القصة هذا ليلى الموضوع واضح إنه في من وجهة نظاركو اللي شايفينها طبعا وواضحة جدا إنه فيه ظلم لكن يعني ما فيش حد خالص من وزارة بيرد على اللي حصل لأسف إزاي بقى السرع السرع بص المسؤول على المعاهد القومية لا يرد لأنه هو عارف إن هذه المعايير الواضحة لا تنطبق عليه هو كان أخصاء اجتماعي هو فوق السن وتم اختياره السنة اللي فاتت لاستكمال مسبحة تحويل هذه المدارس التي كانت عريقة إلى مدارس تجربية هذا المسؤول هم كانوا جايبين السنة اللي فاتت لتحويل المدارس لمدارس تجربية هو ده صاحب الفكرة دي وولادنا اللي هم كانوا في حضانة وابتداء تظهروا ضده وقدروا يكسبوا القطيع وتراجع الوزير الصابق طبعا السنة الورقة حضرتك قدامي دلوقتي اللي هي راحت للوزير تاريخها كام حضرتك ما أنا عايزة أشرح حضرتك كده في وجهة حاجة زيارة احنا قبل ما يصدر الدكتور الوزير قرار الحركة احد زملائنا المديرات قالت لنا اتصلت بنا في بيوتنا قبل العيد حضرتك من ساعتها احنا بتنكد علينا قبل العيد اتنكد عليهم في العيد في العيد وقالت لنا يا سادزة انتو خارج الحركة اتصلت بنا كلنا المدراء اللي خارج الحركة طبعا احنا ما كناش نعرف النظار ان فيه مدبح للنظار خمسين ناظر خارج الحركة فطبعا عملنا اجتماع مع بعضنا للتأكد من المعلومة وتأكدنا فعلا من المعلومة وطلنا على المجلس العسكري وانا من خلال البرنامج بتاع سيادتك بناشد المشير تنطاول احنا تقابلنا مع احد السادة الضباط في المجلس العسكري قابلنا مقابلة كويسة قوي وسمع مننا كويس قوي وقدمنا له كل الشهادات بتاعتنا والتخدير بتاعنا وقال هذا الامر سأرسله فورا الى المشير تنطاوي وطبعا تعريبا كعادتنا يعني ان الامور راح تمش فضل تمشي لغاية ما وصلت الوزارة ومن الوزارة اللي استاذ نبيل الديمرداش اللي هو اساسا شاهدنا من الحركة وهكذا رحنا للسيدة اسام شرف تقابلنا مع المستشار عرضنا له الامر قال له ده موضوع مهم لازم اكلم اسام به فورا الوزير كان عنده دلوقتي ولازم يتصل بمعالي الوزير رحنا وزارة التلبية والتعليم للأسف الشديد معاليش يعني واحنا ناس معلمين وقادة علمنا كل الاجيال اللي موجودة يعني يعني عايزين اقبل وزير اقبل وزير اذا كنا احنا بخبرتنا دي وقدرتنا واحنا يعني احنا اصحاب كل حاجة موجودة احنا عندي سؤال اخيل لان الخقرة انتهت بعد ايه اقبلنا الوزير حضرتك فالوزير قال يا جماعة دي لجنة تعرف سيادتك اللجنة سألتنا في ايه انا عايز اعرضها على وعشان المشاهد هناك فريقين من الاسود اسد يقود ارانب وارنب يقود اسد الى اي الفريقين تنتمي حضرتك بها اجاود السؤال ده بيسألوا لمدراء مدارس ذات عقيل خمس مدرين يدخلوا لجنة وكل واحد يجاوه في دقيقة في دقيقة هل انا يحكم علي في دقيقة شاف تاريخي ده شاف انه هو ضمرني انا بصفة شخصية لان انا بنت الوزارة واستقلت من الوزارة وعينني الدكتور حسين كامل بها الدين في المعاهد القومية ينزلني مدرس دي ساذة ليلى والساذة بها الورقة اللي وصلت او راحت لوزير التربية والتعليم تاريخة كام هم راحوا قبل اسبوعين احنا من اسبوعين ورحنا مبارح لوزير التربية من اسبوعين ده قدمت ورقة بتغول اه تظلمات للوزير من اسبوعين وقال هبحث التظلمات معا الوزير معا الوزير وعد بحاجة عظيم قال يا جماعة انا هبحث التظلمات ايوه وهجيب اللجنة تقعد معاكم نعم ويقولوا لكم انتو خرجتوا ليه او انتو جوا الحركة ليه هذا لم يحدث نهائيا وده ما حصلش فجئنا بان الحركة طلعت زي ما هي عظيم استاذ بهاء احمد اه مدير تحرير جريدة الميدان وليلة خليفة مدير او الاستاذة ليلة خليفة مدير مدارس القناة القومية حتى امس شكرا جزيلا لحضراتكم اكيد 100% مسؤولين في وزارة التربية والتعليم سمعنا دلوقتي ارجو الرد على هذه الشكاوي من حقك وطبعا تقوله في الاعلام المصري زي ما انتو عايزين من حقوق ومن حق الجهة الاخرى لازم ترد على الناس دي لانه ما ينفعش بعد اللي احنا سمعناها من الاستاذة ليلة الاستاذ بهاء كل الكلام ده وكل الخبرات دي وكل الشهادات دي في الاخر ما يبقاش على الاقل ردوا عليهم هروح لتقارير من فضلك عاوز اقول بس حاجة نعم احنا كل ده عاوزين زي ما بقول الاهانة اللي حصلت تكون معروفة نعم فقط بمعنى ان بعد اسبوع من بدء الدراسة وان ولاد يعملوا بزهرات عشان عاوزين النظرة اللي مشت وان فيه احدى النظرات مثلا مثلا كان والدها ميت ومع ذلك تروح المدرسة شوف الفناء في العمل ويكون جزائها بعد هذا العمل انها يتم ترضاق يتم ترضاق ده يغلق المكتب سيد بها وصل سبعا ايزا ادفت نزل سيادتك معليش لمعالي الدكتور الوزير سريعا ارغوز سيد دمرداش اللي خيمني انا وزميلي مزرش ولا مدرسة قومية منذ جلوس هو على كورس في 12 شهر ولا يعرف شكرا جزيلا لحضر